نعم فلنبدأ بصافرات الانذار التي سمعناها قبل قليل في عدة مناطق في غلاف غزة وأيضا في مدينة ديروت كنا قد شاهدنا اعتراض واحد من هذه الصواريخ التي كانت في سماء هذه المنطقة ولكن منذ الصباح كانت هناك صافرات انذار ورشقات صاروخية متعددة سبعة مرات كان هناك صافرات انذار في منطقة غلاف غزة من البلدات الواقعة إلى الجنوب مقابل رفح وخان يونس إلى الشرق من رفح وخان يونس وحتى شمال قطاع غزة والشمال الشرقي لقطاع غزة وصولا إلى مدينة عسقلان لم يبلغ إلى الآن لا عن إصابات ولا عن أضرار ولا أيضا عن سقوط صواريخ في هذه المناطق بالنسبة لما يحدث في داخل غزة نحن نسمع بين الحين والآخر قصف غارات إسرائيلية كانت هناك بعض الغارات أقل مما شاهدناه يوم أمس على شمال قطاع غزة تحديدا بيت حنون وبيت لاهيا ولكن أيضا قصف شديد وقصف مدفعي أيضا على الأحياء الشرقية لمدينة غزة لا سيما الزيتون والشجاعية وأيضا منطقة جباليا قصف مدفعي وأيضا غارات جوية على تلك المناطق ونفهم بأن الاشتباكات اليوم استمرارا أيضا للأمس هي على أشدها في الأحياء الشرقية لمدينة غزة كما ذكرت الشجاعية والزيتون وأيضا المنطقة الشرقية لجباليا وأيضا مخيم جباليا يقول الجيش الإسرائيلي بأن أخطر ما يواجهه الجنود في داخل قطاع غزة هي تلك الأنفاق الدفاعية والاستراتيجيات الدفاعية التي تستخدمها حركة حماس منها العبوات الناسفة التي تفعل عن بعد ويتم تفجيرها في جنود الاحتلال ويسبق هذا الأمر بالطبع مشاهدات أو وحدة رصد لكتائب غزة تراقب جنود الاحتلال وأماكن تواجدهم وتقوم بتفعيل تلك العبوات الناسفة عن بعد إضافة طبعا إلى الأنفاق المفخخة التي أيضا أدت إلى مقتل بعض الجنود كانوا يحاولون فحص تلك الأنفاق ويتبين في النهاية بأنها أنفاق مفخخة وهذا يؤدي إلى إصابات في صفوف جنود الاحتلال ولكن أيضا هذا التقدم نعلم بأن هناك تقدم وفق المصادر الإسرائيلية على الأقل للجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس ربما لا تتمكن الفصائل الفلسطينية من منع هذا التقدم بسبب آلة الحرب الإسرائيلية ووحشية القصف الجوي والمدفعي ولكن بلا شك بأن المقاومين الفلسطينيين يدفعون الجيش أيضا ثمنا باهظا لهذا التقدم بسبب هذه الخسائر نتحدث حتى الآن عن 104 عسكريا إسرائيليا من جنود الاحتلال كانوا قد قتلوا منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة يعني منذ 26 من شهر أكتوبر حين دخلت إسرائيل وبدأت توقلها البري في قطاع غزة على الصعيد السياسي طبعا هناك الكثير من التطورات على الصعيد السياسي الداخلي وأيضا الدبلوماسي يفترض يوم بعد غد سيصل إلى هنا المستشار القومي الأمريكي وبعده جيك ساليفان طبعا وبعده أيضا سيصل وزير الدفاع الأمريكي أيضا إلى هنا القضايا الأساسية التي تركز عليها الولايات المتحدة زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى قطاع غزة وهذا قد بدأ يحدث بالأمس منصق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة كان قد أعلن في بيان رسمي بأن معبر كرم أبو سالم سيفتح اليوم من أجل تنجيع تفتيش البضائع التي ستدخل بعد تفتيشها في كرم أبو سالم ستدخل من معبر رفح ولكن من سبب التجهيزات المتواجدة في معبر كرم أبو سالم يمكن تنجيع هذه العملية وبالتالي إدخال أعداد أكبر من شاحنات المساعدات التي ستضم أيضا كما قالت إسرائيل الخيام متينة من أجل النازحين بالإضافة لمساعدات طبية وكل هذه الأطعمة ونحن نعلم بأن في قطاع غزة أزمة إنسانية كبيرة الأمر الآخر الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة بالطبع هو أنها تريد أن ترى هذه الحرب أقصر بأن تنتهي عمليا خلال أسابيع قصيرة ترجمة نانسي قنقر